طيب نروح بقى مع حضراتكم لمقر النادي الأهلي بالجزيرة ومراسلنا فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي نعرف كده آخر الأخبار والمستجدات كمان يا فاروق صباح الخير عليك في البداية صباح الخير عليك يا نهواند صباح الخير عليك يا كريم وكل التحية لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان خلينا نعرف منك كده يا فاروق آخر الأخبار والمستجدات كمان الخاصة بالتدريبات فضل خليني في البداية أقول لك نهواند طبعا فريق الناد الأهلي بعد تتويجه وحسمه لدرع الدوري رقم 42 وزي ما تعودنا في الناد الأهلي أنه دايما بنقفل ملف بطولة أو صفحة بطولة ونبدأ في الصفحة الأخرى أو البطولة الأخرى سريعا طوى فريق الناد الأهلي احتفالاته وفرحته بالتتويج والفوز بحسم درع الدوري رقم 42 وبدأ مرحلة جديدة تبدأ من اليوم هي مرحلة التجهيز والاستعداد لمباراة دور نصف النهائي أمام فريق الوداد أيضا الاستعداد لمباراة فريق نادي مصر الجولة القادمة الجولة التساعة والعشرين للناد الأهلي وهي المرحل يعني ندردون لمباراة القادمة في الدوري مستر ريني فيلر خدها أنها تكون مرحلة للاستعداد واستعداد قوي جدا ومرحلة قوية جدا من الاستعداد لفريق الناد الأهلي قبل ملاقات فريق الوداد في مباراة دور نصف النهائي داردة مستر ريني فيلر قبل انطلاق المران番 يتكلم مع اللعبين، بارك للعبين وهنا اللعبين بالفوز بدرع الدوري ولكن يتكلم مع اللعبين أنه عندنا حلم كبير هو حلم البطولة الأفريقية والأه mini Wizard والأه mini Wizard والآيضاً ده الحلم اللي أنا شايف عند كل الجماهير والجميع يعني هو مستر ريني فيلر أ propaganda للجميع دايماً يطالبني بالبطولة الأفريقية وأنا عارف أهمية هذه البطولة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي وأيضا بالنسبة للمسؤولين في النادي الأهلي وبالنسبة لكم أيضا أنتم كلعبين من ضرورة إحراز البطولة الإفريقية هيبدأ مستر ريني فيلر يعني خلاص ما إذا ما حقولنا حسمنا درع الدوري هيبدأ مستر ريني فيلر أنه هو يركز في يدي فرصة لبعض المجموعة من اللعبين الشباب اللي كانوا بعيد عن المشاركة في الفترة اللي فاتت هتشهد يعني المباراة القادمة إن شاء الله مباراة نادي مصر عودة حسين الشحات ظهور مجموعة برضو من اللعب النشئين اللي كانت موجودة مع الفريق في الفترة الأخيرة يعني قبل الانطلاق المران يا نهواند برضو عايز أطمنك على حالة اللعبين المصابين كاللي ألقاه مع دكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي حاولت من خلاله أن احنا نطمن على محمد محمود ونعرف محمد محمود يعني قدامه قديه ويرجع للملعب قال لي محمد محمود بالضبط أمامه يعني مش أكثر من إسبوعين إن شاء الله ويكون موجود مع الفريق في التدريبات الجماعية أيضا كلمنا على محمود متولي وقلنا أن نطمن من خلال دكتور خالد جمهير النادي الأهلي قال لي محمود متولي بعد إجراء الجراحة النجاحة خلاص بدأ مرحلة العلاج الطبيعي وهي مرحلة من المرحلة المهمة جدا في جراحات أو إصابات الرباط الصليب هي مرحلة المهمة جدا مرحلة العلاج الطبيعي ثم هتبقى مرحلة التأهيل الجميع هنا أن يدردون مستعد تماما لمواجهة نادي مصر يعني في الوقت اللي أنا أتكلم بيك فيها نهواند دلاتي في وفد من فريق سيمبا التنزاني اللي كان طوّج بطنة للدوري التنزاني موجود النهاردة بيزور النادي الأهلي موجود في ملعب التيتشي بيزور مقر النادي الأهلي بالجزيرة ودائما أننا نقول النادي الأهلي ودوره الريادي سواء على القرى الأفريقية أو على النشاط اللي نقدر نتكلم على كافة الأنشطة سواء الرياضة للوطن العربي أو القرى الأفريقية أن علاقة التعاون المستمرة بين النادي الأهلي ودول الجوار سواء في القرى الأفريقية أو في الدول العربية ودي التعاون الموجود فريق سيمبا التنزاني بيزور النادي الأهلي في جولة ويتابع النادي الأهلي الموجود النهاردة ودي لفتة طيبة بتدل على عمق علاقات النادي الأهلي مع القرى الأفريقية كلام محترم جدا ورائع يا فاروق منك لو تسمح لي بس أروح معاك لجزئية أخيرة وهي خاصة بقى بجماهير وأعضاء النادي الأهلي وإيه الأخبار والاحتفالات أنا عارفة أن هي من مبارح وممكن من أول مبارح كمان فخلينا نعرف كده الأجواء عندك كمان على هذا الصعيد تفضل يعني خلينا أقولك بداية جمهور النادي الأهلي يا نهوان دو أنت أحد جماهير النادي الأهلي كريم أحد جماهير النادي كلنا كأحد أفراد جمهور النادي الأهلي اتعودنا في النادي الأهلي خلاص يعني إحنا ما بنبلغش قوي في الفرحة في رحنا طبعا بدرع الدوري لكن جمهور النادي الأهلي بالنسباله لا يشبع من البطولات وبالنسباله عنده البطولة ورابطولة ما بيستكفىش من البطولات فجمهور النادي الأهلي أكيد فرحانة بدرع الدوري الجميع قلاص يعني عايز أقولك أنه عقب مباراة نادي مصر المقصة والاحتفالات الجماهير فرحة الجماهير كانت في حالة سعادة لأن بطولة الدوري هذه البطولة واحدة من أهم وأطول البطولات على الرغم من النادي الأهلي قدر يحسنها قبل النهاية بسبعة سابعة ولكنها واحدة من أهم البطولات الجماهير دلوقتي كلها بتتكلم على البطولة الأفريقية الجميع دلوقتي بيركز على البطولة الأفريقية يعني جماهير النادي الأهلي زي ما قلت لك يا نهواند تركيزها خلاص يعني ما بيبالغشي قوي في الفرحة بتدي الفرحة حقها وبتدي الحزن حقه وكل حاجة بتاخد وقتها بدأوا التركيز على البطولة الأفريقية الجميع بيحث اللعبين خلاص يعني كل اللعبين سواء هم يعني برضو في نقطة مهمة جدا يا نهواند لعبة النادل اهلي ودخل مقر النادل اهلي سواء من بوابة المعلمين كل أفراد الأعضاء Relationship أعضاءandel اهلي أو جماعير النادل أهلي بتنادي اللعبين أفريقي يعني كل اللعبين personnاجanes من إقبال أعضاء النادي الأهلي لكن أعتقد يعني مع انخفاض درجات الحرارة هيبدأ يتوافد أعضاء النادي الأهلي أيضا لو هنتكلم على السيولة المرورية سواء في محيط النادي الأهلي نقدر نقول بشكل أكثر من رائع أمر بيدعو جماهير النادي الأهلي أنها تقبل على مقار النادي الأهلي بالجزيرة يعني زي ما قلتلك أيضا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي كان موجود النهاردة يعني تبع الجزء من بداية المران ودي الرسالة اللي دايما كابتن محمود الخطيب بيقدمها للعبين في كل وقت يعني يوم بعد يوم بطولة بعد بطولة احنا معاكم احنا في ظهركم بننتظر منكم الكثير دي كل التفاصيل الموجودة من هنا من داخل مقار النادي الأهلي بالجزيرة أنا معاك يا نهارد معاك يا كريم لو في أي استفسار أو أي تساؤل لا احنا بنشكرك جدا جدا زميلنا العزيزة فاروق صلاح بشكرك على التغطية الرائعة والأكثر من رائعة دي وكمان انا هتفق معاك اعتقد في الجملة اللي انت قلتها احنا احنا فعلا كجماهير كلنا للنادي الأهلي لا نبالغ في الفرحة لان احنا واخدين على الفرحة وواخدين على الفوز وده امر فعلا طبيعي بالنسبة لنا ولكن اللي جاي هو الاهم دلوقتي بنتكلم على البطولة الافريقية حلمنا كبير ثقاتنا كبيرة ان شاء الله في الفريق بتاعنا فبإذن الله تكون كمان الفرحة دي هي الفرحة القادمة انا بشكرك جدا زميلنا العزيز شكرا لك